أقباط مصر متهدون من السلفيين حين يطاردونهم طول الوقت بالتكفير وحين يحاصرون كنائسهم وحين يبثون الكراهية فيهم وفي المسيحية كل يوم وحين يحرضون عليهم وحين يزرون فتاوى ضدهم وحين يحرمون على المصر أن يهنئ أخاه المسيحي وحين يتعاملون مع المواطن المسيحي باعتبار أهل زمة هذا التعبير الذي مات تاريخيا وانتهى وسحق تاريخيا لكن هؤلاء السلفيين الوهابيين الذين يديرون مصر والذين يكمنون في مناهج تعلمها وفي جامعتها وفي جوامعها وفي وزارتها وفي هيئتها أقول وفي أجهزتها الأمنية إنما يضطهدون الأقباط في مصر